السلام عليكم ومرحبا بكم نتكلم اليوم عن نصب جورجيا الغامض والأحداث الأخيرة وقبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم كل جديد وشكرا لكم لنبدأ نصب جورجيا الغامض هو نصب من الجرانيت تم إنشاؤه في عام 1980 في مقاطعة إلبرت بجورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا أحد يعرف من صاحبه الذي أنشأه ودفع تكاليفه الشيء الوحيد الذي تم التوصل إليه هو الاسم المستعار لشخص يسمى روبرت سي كريستيان الذي اتفق مع شركة إيبرتون جرانيت لأعمال الجرانيت في يونيو من عام 1970 لبناء هذا النصب وتم الانتهاء منه في مارس من سنة 1980 ونصب بتلة مرتفعة هناك وهو يتكون من ستة أحجار ضخمة منها أربعة مستطيلة نصبت على شكل حرف X وبشكل حر ومرتكزة على لوح مركزي مربع الشكل ومسقف بلوح حجري مستطيل بالقرب منه نقشت مواصفات ذلك النصب على لوح أرضي من الجرانيت تلك الألواح المنصوبة تم الكتابة عليها بثمان لغات حية أما لوح السقف قد كتبت عليه عبارة واحدة بأربع لغات ميتة الكتابات التي على الألواح القائمة كانت كما أشيع عنها رسالة موجهة للبشرية في حالة ما إذا حدثت كارثة أطلق عليه المختصون اسم الوصايا العشر وما يهمون هنا هو تسليط الضوء على ماذا كتب ولماذا ومن يكون كاتبها ما وضع على الألواح المنصوبة كان نصا كما قلنا يحتوي على عشرة وصايا بثمان لغات حية وهي الإنجليزية والعربية والإسبانية والسواحلية والهندية والصينية والروسية بالإضافة إلى العبرية ومضمونها أبق عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون نسمة في توازن دائم مع الطبيعة وجه التناسل البشري مع تحسين اللياقة البدنية والتنوع وحدوا الجنس البشري بلغة جديدة معاصرة تحكموا بالعاطفة بالعقيدة بالتقاليد وبجميع الأشياء بمنطق معتدل احموا الناس والدول بواسطة قوانين عادلة ومحاكم منصفة دعوا الدول تحكم داخليا مع تصفية المنازعات الخارجية في المحكمة العالم تجنبوا القوانين تافهة والموظفين عديمي الفائدة عادل بين الحقوق الشخصية والواجبات الاجتماعية أجل الحقيقة الجمال الحم في التماس الانسجام مع اللانهاية أدعو بنعدام السرطان على الأرض أفسح مجالا للطبيعة أفسح مجالا للطبيعة أما الجملة الواحدة التي كتبت على لوح السقف وبأربع لغات ميتة وهي الهيروغريفية والبابلية والسانسكريتية والإغريقية فكان معناها لتكون أحجار هذا النصب الطريق لعصر الرشد وهنا نقول ما معنى الوصايا وما علاقتها بالواقع في الحقيقة ظهرت تأويلات عدة لتلك الوصايا ونسبت للعديد من الطوائف من ماسون ومتعصبين وجمعيات ومنظمات وهيئات لكن الواضح أن من وضع النصب هناك له سلطة قوية وإلا لما قبلت الحكومة ذلك النصب وجعلته مزارا سياحيا ولتم إزالته على الفور واللافت للنظر كذلك أن واضع تلك الوصايا لديه دراية كاملة بالواقع البشري وله بعد فكري عميق مبني على خلفية واعتقاد ديني متجذر في العهد القديم والجديد ويتضح ذلك من الأربع وصايا الأولى التي تبرز مفهوم الشعب المختار بأتم معنى الكلمة كما أن اختيار تلك الوصايا وسياغتها بذلك الشكل يعد انطباعا عن التوجه المستقبلي المدروس بعناية فائقة ولا يكون ذلك إلا إذا نتج عن اجتماعات ومؤتمرات وجلسات للعديد من الأطراف فالأمر ليس عبثي أو وليد الصدفة ما نستخلص من تلك النقاط كذلك هو ما ترجمه الواقع المعاش بصورة رهيبة تدعو إلى الشك وتضع كل باحث عن الحقيقة يعيد حساباته من جديد مثال ذلك أن تحديد النسل لم يناد به في الشعوب المتقدمة وإنما جعل لدول العالم الثالث خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي وامتد إلى اليوم بحجة ضبط النمو الديمغرافي من أجل ضمان السيرورة الاقتصادية لتلك الدول كما أن التدخل الوراثي الجيني لم يناد به إلا مؤخرا بحجة تحسين النسل لتفادي أي تشوه خلقي ودعوى المليار الذهبي ليست جنوحا فكريا وإنما مظهر من أوبئة وأمراض مقصودة وحروب فتكت بالملايين من الأشخاص أمط لثام عن ذلك الغرض المقصود وما يناد به اليوم من دعوات لتوحيد الأديان تحت فكر موحد وواحد والذي انجرف به العديد من المخدوعين في ذلك للأسف يعيدنا إلى المفاهيم القديمة ومبادئها الخبيثة لذا فتلك الوصاية لم تكن مجرد عبث وفق الشيء الآخر مكان وطريقة وضع النصب لم تتم بالصدفة وإنما من خلال دراسة فلاكية تعكس لنا الصورة بعض ممن وضعوها فاختيار التل بذلك المكان المفتوح على الاستقبال الدائم لأشعة الشمس ومتابعة صفحة السماء لم يكن اعتباطي أو عرضي وإنما جاء عن طريق دراية وخبرة فلاكية متميزة ويتضح ذلك من خلال مكان وترتيب الأحجار الأربع المنصوبة التي تبين حركة الشمس في مصارها خلال السنة وكذلك الثقب الموجود في لوح السقف الذي من خلاله نرى مواقيت الشمس خلال الفصول وكذلك الثقب الموجود في اللوح الرئيسي المربع المحفور من جهة الجنوب إلى الشمال والذي يرى منه نجم القطب الشمالي أو نجم الشمال بشكل دائم وثابت هذا الأمر ترك عدة انتباعات لدى المختصين وأهمها أن هذا النصب عبارة عن ساعة زمنية ابتدأ عد تنازلها للإشارة إلى شيء ما وشيك الحدوث خصوصا وأن ما نقش في لوح الجرانيت الأرضي الذي ذكرت فيه مواصفات ذلك النصب جاء فيها ذكر كابسولة زمنية مدفونة تحت اللوح من غير تحديد للتاريخ الأمر الذي يقودنا إلى استنتاجات عدة أهمها أن اختيار ذلك المكان بالذات وترتيب الأحجار لتوافق حركة الشمس ومصارها خلال السنة ومراقبة نجم الشمال الثابت قد تم وضعها ودراستها بشكل مستفيد من قبل فلكيين أهل اختصاص اختيار الجرانيت المعروف جيولوجيا بقوة التحمل والمتانة وعدم التأثر بعوامل الحرارة المختلفة من أجل تجسيد ذلك النصب بالذات كان من قبل جيولوجيين أهل اختصاص انتقاء الوصايا خصوصا الأربع الأولى بالذات وسياغتها بذلك المفهوم الذي يحكس الدراسة التحليلية لنصوص العهد القديم والجديد كان من قبل مختصين في اللاهوت والناسوت والملكوت لذا ومن كل ما سبق فإن واضع النصب قد جمعوا كل أطياف العلم الحديث بالإضافة إلى السلطة ويبقى السؤال من هم ذلك النصب تعرض لأعمال تشويه عدة تمثلت في طلائه والكتابة عليه بشعارات مناهضة للنظام العالمي الجديد وكان أخطرها هو ما حدث مؤخرا في خلال هذا الشهر على الساعة الرابعة وثلاث دقائق صباحا حيث تم تفجير النصب من قبل مجهولين مما أدى إلى تدمير لوح واحد وهو الذي يحتوي على اللغة العربية وتم الإرحاق الضرر بالآخرين كما تم تسوية ما تبقى من الهيكل لأسباب تتعلق بالسلامة في اليوم الموالي في سابقة خطيرة يجهل إلى اليوم دوافعها وكخلاصة لما قلناه هذا النصب هو تجسيد لمشاريع مستقبلية بدأت بذورها في الانتياج بعد تهيئة التربة الخصبة لها من قبل مختصين في مجالات عدة مما يجعلنا نعيد الزمن للوراء لنبشي الماضي والوقوف على حقيقة المبادئ التي ذكرت في الأهد القديم والجديد في الأخير هذه نظرة عامة حول الموضوع لتوضيح الخطر القادم ما لديه سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات شكرا لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة